بسم الله الرحمن الرحيم قصة عبد الله بن سلام قيل من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى أبد الله بن سلام كان الحسين بن سلام حبرا من أحبار اليهود في يثرب وكان أهل المدينة على اختلاف ملالهم ونحالهم يجلونه ويعنظمونه فقد كان معروفا بين الناس بالتقى والصلاة موصوفا بالاستقامة والصدق وكان الحسين يحيى حياتا هادئة وادئة ولكنها كانت في الوقت نفسه جادة نافعة فقد قسم وقته أقساب ثلاثة فالسطر في الكنيسة للوعب والإبادة وشطر في مستان له يتعهد دخله بالتشذيب والتأمير وشطر مع التوراه لتفقه في الدين وكان كلما قرأ التوراة وقفا طويلا إذا الأخبار التي تمشر بظهور نبي في مكة يتمب رسالات الأنبياء السابقين ويخطبها وكان يستقصي أوصاف هذا النبي المرتقب وعلاماته ويهتز فرحا لأنه سيهجر بلده الذي بعث فيه وسيتخذ من يثرب مهاجرا له ومقابا وكان كلما قرى هذه الأخبار أو مرت بخاطره يتمنى على الله أن يفسها له في عمره حتى يشهد ظهور هذا النبي المرتقب ويسعد بلقائه ويكون أول المؤمنين به وقد استجاب الله جل وعلا دعاء الحسين بن سلام فنسأله في أجله حتى بعث نبي الهدى والرحبة وكتب له أن يهضى بلقائه وصحبته وأن يؤمن بالحق الذي أجزل عليه فلترك للحسين الكلام اليسوق لنا قصة إسلامه فهو لها أرواع ولحسن أرضه أقدر قال الحسين بن السلام لما سمعت بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أتحرى عن اسمه ونسابه وصفاته وزمانه وما كان وأطابق بينها وبينما هو مستور إذن في الكتب حتى استيقضت من نبوته وتثبت من صدق دعوته ثم كتمت ذلك عن اليهود وأقلت لساني عن التكلّم فيه إلى أن كان اليوم الذي خرج فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة قاصداً من قاصداً المدينة فلما بلغ يثرب ونزل بقباء أقبل رجل علينا وجعل ينادي في الناس معلناً قدومه وكنت ساعة ساعة إذن في رأس نخلة لي أعمل فيها وكانت أعمتي خالدة مد الحارث جالسة تحت الشجرة فما إن سمعت الخبر حتى هتمت الله أكبر فقالت لأعمتي حين سمعت تكبير خيمك الله والله لو كنت سمعت بموسى بن إبران قادماً ما فعلت الشيء فوق ذلك فقلت لها أي يا عباه إنه والله أخو موسى بن إبران وعلى دينه وقد مؤث بما مؤث به فسكتت وقالت أهو النبي الذي كنتم تخبروننا أنه يبعث مصدقاً لما قبله ومتمباً لرسالات ربه فقلت نعم قالت فذاك إذن ثم بديت بالتوهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت الناس يستحبون ببابه فزحبتهم حتى سرت قريباً منه فكان أول ما سمعته منه قوله أيها الناس أبشوا السلام وأدعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام فجعلت أتفرس فيه وأتمل منه فأيقدت أن وجهه ليس بوجه كذاب ثم دنوت منه وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالتفت إلي وقال بسمك فقلت الحسين بن السلام فقال بل أبد الله بن السلام فقلت نعم أبد الله بن بن السلام والذي بعثك بالحق وأحب أن لي به اسماً آخر بعد اليوم ثم اغصرفت من عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي ودعوت زوجتي وأولادي وأهلي إلى الإسلام فأسلموا جبيئاً وأسلمت معهم أمة خالدة وكانت شيخة كبيرة ثم إني قلت لهم اكتبوا إسلامي وإسلامكم عن اليهود حتى آذن لكم فقالوا نعم ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن اليهود قوم مهتار وباطل وإني أحب أن تدعو وجوههم إليك وأن تسترني عنهم في هجرة من حجراتك ثم تسألهم عن منزلتي إدهم قبل أن يعلموا بإسلامي ثم تدعوهم إلى الإسلام فإنهم إن أعلموا أنني أسلمت آبوني وربوني بكل لاقصة وبهتوني فأدخلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد هجراته ثم دعهم إليه وأخذ يحضهم على الإسلام ويحبب إليهم الإيمان ويذكرهم بما عرفوه في كتوبهم من أمري فجعلوا يجادلونه بالباطل ويبارونه في الحق وأن أسمع فلما يئس من إيمانهم قال لهم ما منزلت الحسين بن السلام فيكم فقالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا وابن حبرنا وعالمنا فقال أفرأيتم إن أسلم أفتسلمون قالوا حاش لله ما كان ليسلم أعاذه الله من أن يسلم فخرجت إليه فقلت يا مأشر اليهود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به محمد فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله وتجدونه مكتوبا إنكم في التوراة باسمه وصفاته وإني أشهد أنه رسول الله وأؤمن به وأصدقه وأعرفه فقالوا كذبت والله إنك لشرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا ولم يترك عيبا إلا آبود فيه قلت يا رسول الله ألم أقول لك إن اليهود قابوا مهتار وباطل وإنهم أهل غدر وفجور